السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في درس جديد من سلسلة الثالث الثالث إن شاء الله نرى درسنا عن ing forms والإنفينيتيب يعني عندك في أفعال معينة لازم يأتي بعدها to وأفعال الثاني يأتي بعدها الـ verb بعد منه ing يعني الـ verb يأتي بعد منه verb ثاني plus ing يعني for example كده كلمة promise promise to promise to help promise to buy promise to لكن كلمة avoid avoid eating suggest going بعدها الـ verb ing طبعا الحاجات دي لازم تتحفظ تعرف إيه الـ verbs إيه الأفعال اللي يجي بعدها to plus infinitive وإيه هي الـ verbs الأفعال اللي يجي بعدها الـ verb plus ing دو لازم يتحفظوا نبدأ الأول بالـ verbs اللي بعدها ing إيه هي يعني deny avoid suggest go مع الـ activities يعني go swimming go fishing dislike enjoy practice finish دي الـ verbs دي الـ verbs اللي بعدها ing دي الـ verbs اللي بعدها ing يعني الـ verb اللي يجي بعد الكلمات دي لازم أضيف له ing يعني جات لكلمة deny deny stealing don't say ما تقولش deny to steal غلط deny stealing بعدها الـ verb ing نيجي لنوع الثاني نيجي لنوع الثاني نيجي لنوع الثاني وهو الـ a l2 plus infinitive arrange decide agree want expect hope learn allow offer promise plan advise دي كلها هاة verbs بعدها to infinitive يعني my father advised me to study well advised me to the verbs بعدها to infinitive بعد كده عندي verbs بيجي بعدها to infinitive or ing يعني التين فعما على اتنين ومفيش اي اختلاف في الميننج مفيش اي اختلاف في المعنى مفيش اي اختلاف في المعنى مفيش اي اختلاف في المعنى بتاعه ايه الـ verbs دي hate prepare intent like start continue love start يعني ممكن تقول i like eating ice cream او i like to eat ice cream يبقى to صح to infinitive تبقى صح و ing تبقى صح يعني the two forms ينفعوا الشكلين ينفعوا بعد كده عندي فيه verbs افعال لازم لازم افعال بيجي بعدها to infinitive قول verb plus ing بس فيه اختلاف في المعنى تاني يعني verb زي كلمة remember first لو قلت remember i like to remember your words remember ing افعال هذه لازم تبقى remember forget regret and try و رائع يوجد 5英語 تاني الـ verbs لانا قلت لك على دلوقتي لو جيب عادها to infinitive الميننج بتاعها غير ing داما اللي فهته ان الحاجة لسه متعملتش يعني ايه؟ لما قلت لك I remembered to buy a book انا ابتكارت ان انا اشتري كتاب ولسه هشتريه انا محتاج كتاب وابتكارت ان انا محتاجه فهشتريه لسه لكن لو قلت يبقى I remembered visiting Alex last year اه انا ابتكارت زيارة الالكس لاسكندرية السنة اللي فاتت يبقى انا فعلا زرتها يبقى هنا لما ايه بعد remember ing الحاجة عملت ابتكارت انك عملت انا فعلا عملت ولكن remember to يفتكر يعمل فيقوم يعمل لسه هيعمل ثاني حاجة عندك كلمة stop يوقف علشان يعمل حاجة معينة ويبدأ يكمل تاني يوقف علشان يعمل حاجة ويبدأ يكمل تاني ولكن stop ing يبقى انا يعمل حاجة تماما ازاي ليلة stopped listening to the radio بطل تسمع الراديو خلاص ازاي مثلا اقولك ايه my father stopped smoking بطل يدخن خلاص اقرأ عن التدخين لكن لو قلت ليلة stopped to listen to the radio اه هي وقفت علشان تسمع الراديو في فرق في الميننج اه واحد وقف خالص بطل يسمع والتاني يوقف علشان يسمع في فرق في الميننج ما بين الاثنين تالت فيربة عندك وهو كلمة forget forget يعني ينسى لو قلت لك forget to forget to ينسى يعمل حاجة هو لسه معملهاش ينسى يعملها لكن forget ing نسوا انه عملها يعني عمل هومورج بتاعه وكان ناس انه عملوا عملوا لكن forget to نسى يعملوا يعني لسه هيعملوا عشان كده قلت لك ان في to الحاجة لسه هتتعملوا لكن ing الحاجة تعملت فعلا for example I forgot locking the door I forgot locking the door التانية I forgot I forgot to bring my book نسيت ها اجيب الكتاب معي يعني ما اجيبتوش forget to هو نسى يجيب الحاجة معي في كمان كلمة regret regret يعني يندم قال لي لو regret جيب بعدها ing يبه هو هنا بيندم على فعل شيء عمل حاجة غلط عمل كارسة عمل مصيبة وندمين عليها دي كده regret ing لكن لو regret to معناها ايه بيأسف على قول الشيء هيقوله زي I regret arriving late I regret arriving late هنا بيندم انه قوم اتأخر بيأسف على قول الشيء هيقوله he regret to say that he can't go اه بيأسف انه مش هادر يروح اه يبه هنا regret to بيأسف على قول الشيء هيقوله ولكن regret ing بيندم على الحاجة عملت فيه بعد كده كلمة try في try to infinitive with try ing قال لي try to يجرب يعمل حاجة try ing try plus ing معناها يجرب حاجة جديدة اولك try drinking this coffee يجرب تشرب القهوة دي وهيجربها هنا try ing بيجرب حاجة جديدة لكن try to بيحاول يعمل حاجة بس ممكن ما وصلش النتيجة he tried to climb the tree هو حاول يطلع الشجرة ممكن يكون معرفش try to يحاول يعمل حاجة خلاص ممكن ما وصلش النتيجة ولكن try ing بيوصل للنتيجة لكده الـ verbs اللي معاها to infinitive أو الـ verb plus ing مع اختلاف المعنى بتاعهم المعنى بتاعهم ما هوش واحد مختلف كمان to infinitive بعد كلمة so or so as to و in order to بمعنى لكي بيجي بعدها الـ verb infinitive اوقات بيجي to كجزء من expression يعني to بيجي جزء من expression تعبير كده تو بيجي جزء منه بيجي بعد منه هنا ايه زي عند كلمة look forward to بعدها ing هتقولي هنا في to مفروض في infinitive اقولك لا to هنا جزء من expression ايه هي الـ expressions دي look forward to object to object to be or get used to in addition to own up to take to lead to في عندي كمان expressions في عندي كمان expressions بيجي بعدها الـ verb ing بدون to يعني هو expressions كلمة busy اقولك I am busy studying the expression بعد منه ing ايه بقى الـ expressions دي be busy be worth it's no good it's no use how or what about have difficulty in can't help can't stand feel like put off don't mind for example it's no good wasting time في عندي كمان حاجات بيجي بعدها الـ verb infinitive بدون to يعني في كلمة معينة عندي بيجي بعدها infinitive بدون to مثل كلمة had better had better بعدها infinitive اقولك ايه I had better go home I had better go home كلمة دي had better make would rather help plus infinitive or two infinitive كمان كلمة let الحاجات دي كلها لازم تتحفظ لازم تتذاكر كويس جدا جدا بعد منه ing ده بعد منه two infinitive فلازم يتحفظ يارب نكون استفادنا من الدرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة